لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد هذه الحقيقة إذن الآن الناس اللي يطالبوا بالتغيير واحد يجي يقول بصبع لزرق هو اللي يتحمل المسؤولية لا أبداً ما نحملهش المسؤولية الإنسان اللي راح ضوطه في 12-12 ضوطه في إطار تماهيه مع وعود المؤسس العسكري لو بقي القايد صالح وانقلب بنفسه على المسار عندك الحق تقول باللي الناس اللي راحوا لسناديق الاقتراع هم السبب باللي يتحملوا المسؤولية عندك الحق أي واحد يجي يقول بأن الناس اللي راحوا لسناديق الاقتراع هم السبب ما عندك الحق وما أراني معاه لو أنه القايد صالح هو اللي يدير في الشيء هذا لكن القايد صالح الفوط 12-12 هو مات بعد 11 يوم محذر الوالو إذن ما جيش تحمل المسؤولية الناس اللي راحوا لسناديق الاقتراع والله هي الأغلبية الساحقة لا يعرفوا شيء عن برنامج تب بول كل ما يعرفوه أنه المؤسسة العسكرية دعت إلى مسام تريد أنه يكون رئيس وكانت في قطهم في القايد صالح والمؤسسة العسكرية وليس لهم لا في تب بول ولا في غير هذه الحقيقة لذلك أنا أقول لكم المرحلة الآن بعض الناس جي والآن تبدأ تسبب بعضاها بهذه الطريقة من تحدث التغيير؟ لن تحدث التغيير المسار اللي جاء للحرك الشعبي ما كانش يدري أن هجي كورونا الحرك الشعبي الناس اللي أيدوا مسار الدستوري ما كانوش يعلموا أنه القايد صالحي يموت بعد أيامات وما ما كانوش يعلموا أنه الرئيس يصاب وكورونا يصبح في الخير ولا يدروا شيء الجزائي في ذلك الوقت وصلت إلى مفترق الطرق إما طريق الفوضى والإنفلات أو طريق الاستقرار ولو أن التغيير يأتي تدريجيا هذا بيجي لكن كي جاءت القيادة العسكرية الآن ضربت كل ذلك المسار وحبت دير مسار واحد أخر لهذه اللحظة لم يوضعوا هذا المسار وإن كان ظهرت بعض المعالمين تاعهم أنه مسار يتمهى مع مرحلة ما قبل 22 فيفريق هذا شيء آخر هذه الأمور تغيرت ومطلب التغيير أصبح قائما وأصبح أنه مطالب الحرك لم تتحقق عهدة خامسة رئيس عاجز الآن نفس الشيء الرئيس مريض وغايب وعنده شهرين مظهرش يحكوا كانوا يحكونا على ابو تفليقة رأوا تلقى وبعث حتى تبون ذلك يحكونا عليه تلقى وبعث ظهرنا ابو تفليقة جاعد في كرسي ظهرنا تبون جاعد في كرسي ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ يلا يقولونا ما الذي تغير؟ هل هذه التغيير يحدث؟ هناك صراع وصب يا جماعة هناك شوف العصابة كانت تتلقى في ضربات قوية في عهد القيصة كانوا عايشين الرعب كانوا والله ما يرقدوا تبون بحد ذاته كان مترشح وكان خير ونجزم لكم لو تبون كل ما نجحش رئيس قد يعني وتمكنت منه العصابة وتمكنت في هذه الظروف ومش رئيس جمهورية والله راهوا لحقوها لا ولده رجعوا لولده لحقوها معه كل ما هوش رئيس جمهورية العصابة كانت تتشكل حدثت أخطاء بلا أدنى شك أنك تواجه عصابة بتلك الطريقة كانت أيضا العصابة نجحت في ذلك الوقت في اختراق الحركة الشعبي وحولت المعركة بعدما كانت معركة الحراك مع العصابة ونظام بوتفريقة حولتها في مرحلة معينة مع القيد صالح ولت معركة مع القيد صالح وكانت هناك جهات من ضباط كانوا يحرضوا في القيد صالح على الحراكة وأكثر الناس الذين كانوا مقربين من القيد صالح وكان يدعو القيد صالح أن يكون صارم ضد الحركة الشعبي شنقرح وهذه معلومات قالوا هذي ناس كانوا معاهم في المجموعة أنا هنا أنا لا أتحامل لا على شنقريحة ولا أتحامل على الجيش ولا نعطيكم في هذه المعلومات وفي هذه التساؤلات ودورها في رأس هل حدث شيء لي توعد؟ ماذا الذي توعد به؟ أوكي نرجعه وشي توعد به؟ تبقوا أن توعد أن يدير جمهورية جديدة أن الحوار بين الجزائريين تتذكروا قال ندير حوار بين الجزائريين وإعادة بناء المؤسسات وإسترجاع الأموال ومكافحة الفساد أوكي في عام ما الذي حدث؟ أن ننسوا شوية كورونا كورونا تحدي ما الذي حدث؟ هل تم استرجاع الأموال؟ الجزائريين وإنهم لا يقدروا شيء يددرهم من اللقص أوكي هل دار حوار بين الجزائريين؟ هل دار ندوة؟ دارنا وسيط جمهورية وسيط جمهورية المرة اللي فات ورنا في أحد الولايات الجزائرية دار طرطة فرحان أنه وسيط جمهورية والمفروض وسيط ما بين الجمهورية والشعب رغم أنه كلمة وساطة هذه أصلاً لا طليق أصلاً في دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات لا طليق الدولة ما تحتاج وسيط كل واحد في مسئوليته يجب أن يؤدي واجبه تجاه الشعب ما نحتاج شوى وساطة إذن ما هو؟ ما الذي حدث؟ ما الذي أنجز؟ تعتبر أخطر مرحلة مرت بهذه صحرة الغربية فيها حال المغرب راه يتحرك إلا ضد الجزائر أنا أقول لها لكم من الآخر ويتحرك وحظ الجزائر أنه إدارة ترامب رايحة لو بقي ترامب دا عهدة أخرى رئاسية أخرى رايح تخرج واحدة القرارات تقهر الجزائر وحظ الجزائر أنه إدارة ترامب حظ الجزائريين أيضا أنه إدارة ترامب راح حرب في الصحرة الغربي ليبيا الجزائر غير موجودة في الأول قال لا يحدث شيء إلا في ليبيا وكان لقيت صالح قدام وصفق بعدها وين هو الجزائر دا مرافلين أو وزير الدفاع التركي في العاصمة يهدد في حفتر وأنه لو يستهد في قوات التركية سنسحقه ويتصرف في ترابلس كأنه الحاكم الفعل أين الجزائر؟ أين الجزائر اللي ترفل تدخل في الدول والجزائر اللي تقول لك راي عندي وين جيت حرافل السر أني حررت وين هو واقع الدبلوماسية الجزائرية؟ ما الذي حققته ما تحقق في قضية الصحرة الغربية في مجلس الآمن من الخمسة الكبار هذوك اللي رفضوا هذا الإجراء الأحادي لدارة أمريكا وهم من الخمسة الكبار اللي يتمتعوا حق الفيتو دارتها عدالة القضية وليست صنعتها الدبلوماسية الجزائرية بل حقيقة عدالة القضية صنعتها الدبلوماسية الجزائرية في عهد همودين ومرحلة معينة من عهد الشادر أما هذه الدبلوماسية الخايبة هذه واجرح الدير ما الدير والو دبلوماسية خايبة وهشة وما عندها حتى حتى قيمة وهذه الحقيقة لذلك إخواني الكرام الواقع بائس الواقع بائس ما كانش الدولة لا تتحدى الغموض يلف الغموض من المفروض رئيس جمهورية العام الأول ريك عندك عهدة رئاسية خمس سنوات العام الأول دير هاول بيرون واش حقه خليلي منها للتقارير اللي جير فين تليفزيون وتقارير وكالة الأنباء ومحققته للإنجازات وكذا ويحكي والله أحيان أن أقراه نحس باللي رأي يحكي على دولة اسمها بلوتو فوق في واحد كوكب اسمه بلوتو ولا واش يسمونه ما هي الجزائر هذه اللي يحقي عليها هل تغير الوضع الاجتماعي للجزائرين اللي نشوفه هاها التساؤلتنا بهذه الطريقة أنت مجيش تقنع الجزائرين انترك في مرحلة تعتبر العام الأول من رئاس التبول ويعتبر امتحان للرئيس التبول أمام الحركة الشارعية هذا الامتحان أخفق فيه والسبب أنا لا أدري على نواياه أنا أسلم بأنه صادق وأنه أراد فعلاً تغيير لكن المحيط انتاعه حفر له قبر ونقول هالكم قلت هالكم في البداية وأعرف كاين فيديو أنا هتكلم فيه على المخططات لإسقاط تبول قلت ها منذ أشهر وبالفعل حفروا له قبره والغلطة اللي دارها تبول أنه لما دخل الرئاسة ما دخلش ما عندهش طاقة اعتمد على طاقة انتاعه يحيى وانتاع الجماعة لوبيهات لوبيهات انتاعه انتاعه يحيى كانت موجودة في رئاسة الجمهورية اعتمد عليها ها وجابوا خبر ونفس الشيء ما الذي تحققه في البلونتياك على مدرعان الدينار أراه في انهيار تاني زي صاح أراه كين تحدي كورونا آسيدي ماذا حققت في مواجهة وباء كورونا على المستوى الاجتماعي هل الدولة خصصت أجور معينة إلى الفقراء والمساكين الناس اللي مساكن هذو كان يعمل اليوم اللي يخرج يغرف البالة باش يجيب خبز دولاده ما عنده والحوان اللي غلقتونه وكذا 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 هذا كيفاش مصيرهم ماهيش هكذا الدولة لا تبنى بهذه الطريقة يجب أن نتكلم بصراحة ما جيش جي واحد يكتب لي يقول لي أنت تدعو إلى فتنة وانا فتنة ندعو لها ما أسهل للغوغاء وهذه مراهي من ناس مأجورين وكي الناس والله العظيم نريض بالشيطة أصلا لا بعد الدولة قالت مشيد ولا الرئيس قالوا شي على فكرة عندي مداخلات درتهم هنا سبوني فيهم الذباب الإلكتروني ومسؤولين سمعوهم وشكروني ها على فكرة نزيد نقول هالك مسؤولين أصدقاء نعرفهم في الدولة الجزائرية لديهم مكانته قالوا لي شكرا على صراحتك وشكرا على المعلومات اللي قدمتهم وشكرا على أنك خلقت التوازن ما بين التطرف في العداء في البراءة من الحكام والغلو والتطرف أيضا في البراءة منه هذه في حين يجيك واحد جعان رأي في مكاننا والله العظيم تعرفه وشي أحنقول له ظروفه سيئة فيهم اللي نعرفهم والله العظيم ظروفه عند رجلين خور ونهار كامل وسيدنا تببون وما داري شوش هو تببون لما جاءوا والخطاب قال قوموني إذا أخطأ نحن الآن نقوم بالتقويم ولكن وفق رؤية متوازنة الأشياء اللي يعملها بليحة نقول له أحسن والأشياء التي أسأف فيها نقول له أسأف وما زلت لم أتحدث عن تببون شخصيا قلت لكم لن أتحدث عنه بوضوح وبصراحة وأناقش كل الأمور إلا بعدما نشوفه أرجع ونشوفه في مكتبه وفي رئاسة الجمهورية ظروفه أنا الآن نتكلم على الناس اللي رحم في الصد تشكون اللي جال خالد نزر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله